استقبل مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي مدير مشروع الأشغال العامة بعدن وأبيان المهندس محصن علوي لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المديرية بالعام الجاري وفي مستهل للقاء رحب مدير عام المديرية بمدير عام مشروع الأشغال العام عدن أبيان مثمنا جهود قيادة المشروع بما فيه خدمة للمواطن وناقش الطرفان خلال اجتماع عددا من المشاريع التي تحتاجها مديرية التواهي حيث أكد مدير عام مشروع على شغال العام عدا أبيا استعداد المشروع على تنفيذ عدد من المشاريع بمختلف القطاعات الخدمية وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية ومن جهته أكد الشعيبي حرص السلطة المحلية في المديرية على تدليل كافة الصعوبات أمام مقاولي مشروع الأشغال العام ومتابعة تنفيذ العمل بشكل مستمر مع الجهات المختصة لتفادي أي أخطاء فنية للمشاريع حضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط في المديرية سمير الوهابي